قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم شرارنا هم ولاتنا في هذا الزمان شرارنا هم حكامنا في هذا الزمان لماذا؟ ولماذا كلما دعونا عليهم لا يستجاب لنا السبب هو هذا أننا تركنا أعظم وظيفة في الإسلام وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظاهر الفساد أمام أعيننا في كل مكان ولا أحد يتكلم وأعظم مظاهر الفساد ولاية قتلة أهل البيت التمجيد بقتلة أهل البيت تعظيم واحترام قتلت أهل البيت ولا من منكر أين الآمرين بالمعروف؟ أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ ما معنى أن يكون في مناهج التعليم في البلاد التي نحن نملكها ونحن أكثريتها يكون في تلك المناهج التي تدرس لأبنائنا التعظيم لقتلة فاطمة الزهراء عليها السلام التعظيم للطاغية الثاني عمر بن الخطاب الذي لطم فاطمة الزهراء الذي رفس فاطمة الزهراء الذي كسر الضلع فاطمة الزهراء الذي أسقط جنين فاطمة الزهراء أمعقول أن الزهراء صارت رخيصة عندكم إلى هذا الحد؟ أنتم والله لو كانت هنالك عبارة واحدة في مناهج التعليم تثني على صدام لأقمتم الدنيا ولكن مناهج التعليم بين أيديكم ملأة بعبارات الثناء على عمر بن الخطاب وأنتم ساكتون في النجف وفي غير النجف في كل مكان كان موجود التمجيد باسم صدام ولكن لغوه نعم أولاً كتاب موجود سيد الرئيس لما هذه لم تلغوها أيضاً لما محوتم من مناهجكم كل ما فيه ثناء على صدام وعلى البعث وأبقيتم كل ما فيه ثناء على عمر وأهل السقيفة أين غيرتكم؟ أين أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر؟ هذا منكر يجب شرعاً والوجوب الآن عيني لماذا؟ لأنه لم يقم من به الكفاية فالوجوب على كل واحد منكم إن عليكم أن تدفعوا أبناءكم إلى تمزيق هذه الأوراق وهذه العبارات من المناهج الدراسية إن على المعلمين والمعلمات أن يرفضوا تدريس هذه المناهج إن على العاملين في وزارة التربية والتعليم أن يغيروا هذه المناهج إن على الشعب أن يضج قبل أن يضج للكهرباء والماء والمجاري قبل أن تضجوا لهذه الأمور عليكم أن تضجوا أولاً لفاطمة الزهراء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا تكون أن الزهراء رخيصة عندكم لا يكون أن علي رخيصاً عندكم مع الأسف بسبب هذا الواقع شراركم تأمر عليكم وتدعون عليهم ولا يستجاب لكم بسبب هذا الله الله لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم شكراً لكم